السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معينا تفسير رؤية حبة البركة في المنام للجميع للبنت العزباء للرجل المتزوج للمرأة المتزوجة في المنام تعالوا النهاردة نشوف رؤية حبة البركة بتقول ايه بس ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو حبة البركة من الرؤية المحمودة جدا لانها بتدل على الخيرات الكثيرة جدا للرؤية يعني رؤية حبة البركة كده لما الرؤية شوفها يعرف كده ان فيه بشرة ليه بالشفاء من المرض يبقى اول حاجة معينا رؤية حبة البركة لو كان الرؤية مريض او البنت العزباء كانت مريضة او مرأة متزوجة مريضة ايا كان المرض ممكن يكون مثلا مسيسها سحر فيه سحر فيه حسد ده من ضمن الامراض رؤية ايه ان الرؤي بيأكل حبة البركة سواء بنت عزباء او مرأة متزوجة او رجل اي حد فينا لو شاف رؤية حبة البركة وكان مريض وشاف نفسه ان هو بيأكلها في المنام يعرف ان هو كده بتدل ليه على الشفاء من المرض باذن الله تعالى رؤية حبة البركة كمان بتدل ليه الرؤي على الخير والسعادة باذن الله تعالى والروحة والسكينة بعد عناءه من مشاكل ما او كان بيعاني من ازمات مادية او ازمات كان بيمر بها الرؤي في حياته لما يشوف رؤية حبة البركة يعرف ان هي بتشير ليه بالخير باذن الله تعالى وعليه ان الرؤي لما يشوف رؤية حبة البركة اي حد فينا يشوف رؤية حبة البركة يعرف ان باذن الله تعالى ربنا هينعم عليه بنعم كثيرة جدا وعليه إن هو يشكر الله تعالى على النعم اللي سوف ينعم بها الله عليه بإذن الله تعالى حبة البركة من الدلالات اللي لها دلالات عديدة جداً وبتشير للرؤية على النجاح والتفوق بإذن الله تعالى كمان حبة البركة للرجل بتدل لي على المنفعة الكبيرة اللي هيحصل عليها في الفترة القادمة أما بالنسبة للبنت العزباء لو شافت في منامها حبة البركة ده دليل بإذن الله تعالى إن سمعتها طيبة بين الناس وبيدل ليها على سماع الأخبار الصرة بإذن الله تعالى يعني ممكن يكون لها زواج خطوبة عمل نجاح في دراسة ليها بإذن الله حبة البركة من الرؤيات المحمودة جداً 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 للبنت العزباء لإنها بتدل كمان لها على شفاء من المرض لو شافت نفسها إن هي بتأكل الحبة البركة دليل على المنفعة الكبيرة اللي هي سوف تنتفع بيها في الفترة القادمة بإذن الله تعالى كمان رؤية حبة البركة لها بتدل ليها على السعادة مع الرجل هيسعد لها أوقاتها وإن حياتها الفترة القادمة لها هيكون فيها استقرار نفسي وكمان استقرار في حياتها بإذن الله تعالى وهتنعم بنعم كثيرة وفيها منفعة كبيرة بإذن الله تعالى وخصوصاً خصوصاً رؤية حبة البركة للبنت العزباء كمان رؤية حبة البركة للمرأة المتزوجة دليل لها على التخلص من المشاكل المعيشية يعني كان عندها مثلاً شافت رؤية حبة البركة وهي كان عندها مشاكل في المعيشة دليل بإذن الله تعالى على التخلص من هذه المشاكل بأمر الله تعالى حبة البركة للمرأة المتزوجة لو شافتها إن هي كتيرة جداً معاها في المنام بيدل لها على قصرة الرزق بإذن الله تعالى وصلاح الأحوال لها والمنفع الكبيرة جدا اللي هي سوف تنولها في الفترة القادمة لها خصوصا للمرأة المتزوجة بيدل لها على التخلص من جميع المشاكل يعني لو هي بتعاني من مشاكل كبيرة وكثيرة جدا مشاكل للأبناء مشاكل مادية مشاكل نفسية مشاكل مع الزوج مع أهل الزوج ده دليل في الفترة القادمة لها على الاستقرار بإذن الله تعالى وتحول الأحوال عندها إلى الأحوال الإيجابية بأمر الله وإن هي سوف تنول الرزق والخير الكثير بإذن الله تعالى والمنفع الكبيرة بأمر الله تعالى رؤية شراء حبة البركة للجميع للرجل سواء كان رجل متزوج أو أرمل أو مطلق وبردك لرؤية حبة البركة المرأة المتزوجة تفسيرها للمرأة المتزوجة والأرمالة والمطلقة نفس التفسير حبة البركة من الرؤيات اللي بتدل على السعي بأمر فيه منفعة وفائدة من عمل أو تجارة يعني أنت بتسعى لعمل معين وإنك إن شاء الله بإذن الله هتنول منه منفعة وفائدة كبيرة جدا بإذن الله تعالى ده لما تشوف نفسك بتشتري أو بتقوم بشراء حبة البركة الرؤية الغير محمودة لما تشوف الرؤي بيشوف نفسه إنه هو بيبيح حبة البركة في المنهم هنا بيدل ليه على الخسارة المادية والله أعلى وأعلم لما الرؤي يشوف مانيمو أي حد فينا يشوف مانيمو رؤية إنه هو بيأخذ حبة البركة من شخص بيدل ليه على إنه هو سوف ينول منفعة من شخص آخر بإذن الله تعالى والمنفعة دي هتعود عليه بالنفع الكثير وممكن تكون نصيحة والنصيحة دي هتكون نصيحة مسمرة ليه بالنجاح ليه بإذن الله تعالى رؤية زراعة حبة البركة من الرؤيات اللي بتدل على حمل الزوجة يعني لو كانت الزوجة بتريد الإنجاب وشافت المرأة الحامل الرؤية دي تعرف إنه هي بإذن الله تعالى هتنول الحمل بأمر الله تعالى وكمان إن شاء الله بإذن الله هيكون المولود ولد بأمر الله تعالى وهيكون ولد صالح بأمر الله تعالى رؤية حصاد حبة البركة بتدل على الرزق اللي هو هينوله الرائي بس بعد تعب يعني لما شوف إنه هو بيحصد حبة البركة يعرف كده إنه هينول رزق وخير كتير جدا بإذن الله تعالى بس بعد تعب في عمل معين هيتعب فيه وهينبس هينول من ورائه الرزق والخير بإذن الله تعالى رؤية حبة البركة بتدل على الخير والسعادة والشفاء من المرض والتوفيق والراحة للرائي والسكينة بعد مشقتهم وتعبوا فيه الحياة يعني هينول بإذن الله تعالى فيه الرأي هنا لو شوف حبة البركة وكان يعني من مشقة في عمل كتير جدا هينول أرباح وبركة هينول كمان يعني رؤية حبة البركة بتدل على البركة في الرزق وإن الرؤية هينول البركة وده طبعا شيء مهم جدا إنه إحنا ننول البركة في منا وفي رزقنا وفي حياتنا وفي أولادنا اللهم ارزقنا البركة في حياتنا جميعا بإذن الله تعالى رؤية حبة البركة من الرؤيات المحمودة جدا للبنت العزباء للمرأة المتزوجة والأرمالة والمطلقة وللرجل في المنام لإنها بتدل على المنافع الكثيرة للرؤي وبتدل على الخير والسعادة بإذن الله تعالى والروحة والسكينة للرؤي وده طبعا شيء مهم جدا إنه إحنا ننول الروحة والسكينة بإذن الله تعالى رؤية حبة البركة من الرؤيات اللي بتشير للرؤي بالبركة في بيته وفي المال وفي الرزق وفي الأولاد وفي نجاح الأولاد وفي البيت بصفة عامة رؤية حبة البركة للبنت العزباء بتدل لها على الزواج من رجل سري أو غني بإذن الله تعالى رؤية حبة البركة كمان للمرأة المتزوجة بتدل لها على المال الحلال وأكل حبة البركة بتدل على الرؤية للجميع على الصحة والعافية وتحسين الحالة الصحية للرؤي لو كان مريض بإذن الله تعالى ربنا يشفي جميع المرضى بإذن الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو أي حد عنده استفسار عن أي حلم يبعتولي في التعليقات وأنا إن شاء الله بإذن الله أرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته